مملكة البحرين التي استحقتها عن جدارة بموجب تطوير بنيتها القانونية والمؤسساتية المعززة لبيئة العمل وحماية العمل لالتزام مملكة البحرين في القضايا على الاتجار بالأشخاص وضمان حقوق الإنسان وصونها فقد حققت مملكة البحرين للعام الثاني على التوالي الفئة الأولى بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية المتعلقة بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص كدولة وحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تتبوأ هذه المرتبة التي استحقتها عن جدارة بموجب تطوير بنيتها القانونية والمؤسساتية المعززة لبيئة العمل وحماية العمالة التغرير الذي صدر عن الخارجية الأمريكية يؤكد على جهود البحرين والتزامها بالمعايير الخاصة كما هو منصوص عليه بمكافحة الاتجار بالأشخاص بفضل النهج الثابت في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفرد واهتمام الحكومة المؤقرة برئاسة سمو رئيس الوزراء وتوجيهات سمو ولي العاد هذا وأكر التغرير الأمريكي على حزمة المشاريع والبرامج الريادية واستمرار جهود الحكومة في مكافحة الأتجار بالأشخاص والتوسع في جهود التحقيق ومحاسبة من يتم إدانته لا سيما فيما يتعلق بالعمل الجبري هذا وتطرق التغرير الأمريكي بالتفصيل إلى نظام تصريح العمل المرن والذي يتيح للعمالة المخالفة توفيق أوضاعها وفق إطار تنظيمي يضمن حقوقها ويجنبها التعرض لأي عملية استغلال كما يضمن لها الحصول على الرعاية الصحية المناسبة وتوثيقا للعملية الخاصة بدفع رواتب العمال أشهد التغرير الأمريكي بسعي مملكة البحرين نحو إطلاق نظام حماية العجور الذي يتوح متابعة سير عمليات تحويل مستحقات جميع العمالة الوافدة في البحرين كما تطرق التغرير الخارجية الأمريكية إلى إنشاء صندوق دعم ضحايا الاتجار بالأشخاص من العمالة الوافدة بحيث يتولى تقديم المساعدات ووسائل الدعم الرئيسية بما في ذلك الدعم الإنساني والمالي لضحايا الاتجار بالأشخاص عبر مختلف البرامج والضوابط في هذا الخصوص ونظرا لربط حكومة البحرين بنظام إلكتروني موحد يضم الجهات الحكومية والجهات الغير الحكومية ذات العلاقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص أكد التغرير الأمريكي إن مملكة البحرين من أوائل الدول عالميا التي حولت إلى هذا النظام وهو ما يسمح بمراجعة ومتابعة سير القضايا وإدخال عملية التطوير المطلوبة طلال نايف لمركز الأخبار تفزيل البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر